موسيقى أصعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين بكل خير في حلقة جديدة من برنامجكم في عين الحدث الذي سيتناول موضوع الموازنة العامة التي سيبدأ ماراثون نقاشها غدا وسط تفاؤل حذر عند قلة من الناس ووسط تشاؤم عند كثيرين حتى اللحظة اللجنة المالية أصدرت توصيتها بالموافق على الموازنة مع ستة شروط ولكن هل قرأت اللجنة المالية لائحة السلع المعفى والخاضعة للضريبة أو التي سترفع ضريبتها حتى اللحظة لا فكيف ستقر موازنة لم تعرف أثارها على المواطن إيجابا أو سلبا لجنة اتفق سبعة من أعضائها أن لا يوصوا بقبول الموازنة ليتفاجأ الشخص السابع أن ستة وقعوا وأن الخطاب جاء مطبوعا وليس مكتوبا بخط اليد مظاهر عجيبة غريبة ولكن أين أثر الموازنة أو التوقعات السلبية على المواطن في غذائه ودوائه هذا ما يهمنا لذلك يسرني أن يكون معي في الأستوديو الدكتور جهاد لمعاني نقيب تجار المواد الطبية مساء الخير دكتور وسهلا فيك والسيد رائد حمادة نائب رئيس غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع المواد الغذائية مساء الخير السيد رائد يعني أنت كل اللي بدي يفوت من التوم من عندك مسؤول سواء بيع ولا مجهز اليوم يعني بنا نتيامن دكتور جهاد ونبدأ من الغذاء أنت تعد أوراق عن الموازنة قرأة الموازنة أنت مهتم بقطاع يهم كل الشارع الأردني بشهر اثنين ارتفعت ضريبة المبيعات على المستلزمات الطبية من صفر أو بصرف النظر وحدت على 16% واليوم وزير المالية يعلن أن 13 سلعة رئيسية فقط معفاة ليس من ضمن هالدواء كيف ترى واقع الموازنة هل نحن أمام حال التفاؤل في القطاع اللي بيتمثله وعلى المواطن مساء الخير إلى كل المشاهدين وأشكرك على الإصطلاة الكريم بدأ اسمح لي أن أتكلم بالعام قبل الولوج إلى الخاص نعم بالعام يوجد هناك فرضية لأي موازنة تمنى على أساسها الأرقام إذا كانت الفرضية صحيحة سوف يكون كل شيء صحيح وإن لم تكن صحيحة فسيكون عكس ذلك الآن بفرضيات الموازنة بنحكي على نسبة نموم معينة بنحكي على ميزان مدفوعات معين بنحكي على القضايا كثيرة أنا بدي بس يعني أحكي المبالغ متحصلة أو بنحصلها نعم تاريخيا عندما توضع الفرضيات الأرقام ما سوف يتم صرفه وما سيتم جلبه نجد دائما ما يتم صرفه أكثر مما كان موضوع بالموازنة الأصلية والعكس صحيح بقولك أنا بدي أجيب المبلغ الفلاني لا يحصل هذا يعني بيجيب أقل وبصرف أكثر بالضبط وبالتالي بسيب العجز ولا يوجد دائما مراجعة للموازنيات البناء عليها هذه الشغلة يعني ما في حد اليوم براجع ميزانية 2017 هو يراجع ويوضع الأرقام لكن وين صار الخلال وكيفية التصحيح هذه طبعا الشغلة تبعت العكومة نعم اليوم في عنا تحديات اقتصادية قوية جدا إذا بنحكي على 2017 ارتفع معدل البطالة إلى مستويات قياسية قد تعلمها انخفاض مؤشرات سوق العمل موجودة جدا أوضاع الاقتصاد الكلي وتباطؤ النمو الاقتصادي احنا قاعدين نحكي على 2.3 2.3% 2.3% هذه النسبة منخفضة اليوم صدر تقرير الصادرات الكلية والمستوردات الكلية الصادرات الكلية نقصت المستوردات الكلية زادت وبالتالي العجز في الميزان التجاني ارتفع عن 2016 بالنسبة 11% هذه كلها أرقام مخيفة في الواقع نعم الآن إذا بدنا نأتي على خصوصية القطاع التي أمثله القطاع الصحي في شهر 2 من هذا العام تم رفع معظم المواد التي لها علاقة بالصحة العامة من 4% إلى 16% وبالتالي يعني مش 8% للستلات لا لا مرة واحدة 4% إلى 16% باستثناء الدواء في ذلك الوقت وهذا حمل المواطن عبئ الآن هناك من يقول أنه سوف يتم الرفع في ضريبة المبيعات على قطاع الدواء من 4% إلى 8% طب خلينا بس دكتور عشان المشاهد يكون معنا بالصورة ماذا نعني بالمستلزمات الطبية المستلزمات الطبية تبدأ من الإبر البسيطة إلى الجهاز الطبقي المحوري لحقه 5 ملايين دينار هذا صار كله 16% هذا كله عبارة عن مستلزم طبي 16% وين القضية؟ الآن دعونا نوقف لهون عشان نشوف شو اللي صار على جانب الغذاء يعني بعدين بنفوت بتفاصيل أكثر عمقا أستاذ رائد اليوم كنا بنعرف فيه سلع فيه ثلث أنماط ضريبية فيه معفاة أصلا فيه ضريبة الصفر فيه ضريبة 4% فيه 8% فيه 16% على المواد الغذائية اليوم وزير المالية قال سنلتزم فقط بالسلع الرئيسية وحتى أذكر المواطن سكر رز حليب بودرة ذرة صفراء دقيق الذرة حنطة الحمص الحب الناشف عدس مجروش عدس حب والشاي وزيت الزيتون هذا بيقولوا أنه بدوش يصير عليها إشي لأنه فيه جزء منها معفي فيه جزء منها خاضع للضريبة الصفراء ولكن إلى أي مدى باقي السلع مشهد الموازن على القطاع الغذائي كيف ترى؟ يعني تفضلت أول إشي بمسي عليك وعلى الجمهور العزيز بالخير دائما نتحدث عن السلع الأساسية وباعتقاد الجميع أن السلع الأساسية هي السكر والروس فقط وانت اليوم حكيت عن 12 سلعة يعني الفصولية مش سلعة أساسية الفصولية لا ناشف لا هذه صفر بتتصير 4% السلعة اللي انت ذكرتهم 12 قلت أساسية هدول أساسية وباقي السلعة هل يترى هي غير أساسية؟ أنا أعتقد أنه ما في غير سلعة أو سلعتين هم غير أساسيات موجودين ولا يتناول لهم المواطن الأردني واستخداماتهم قليلة اللي هو بذل سمك الكافيار ويمكن السنوبر أما باقي السلعة هي أساسية بنظري أنا دائما كانت مطالباتي وشعاري بعفاء الغذاء والدواء بكل ما يعني غذاء ودواء والدواء والمستلزمات الطبية من كافة الضرائب والرسوم والجمارك واجب المواطن دفع الضرائب هذا واجب وطني ولكن في حق للمواطن على دولته أن توفر له الغذاء والدواء والتعليم أساسيات الحياة بإمكانك ترفع ضرائب على عشرات الألاف من السلعة أو الأدوات أو الخدمات أنت بتقدر ترفع عليها ضرائب ولكن نحن اليوم ندخل في علبة سردين وبعلبة طن وبعلبة كيلو فاصولية يعني مش معقولة اللي عم بيسير في دولتنا المفروض واجب دولة حق المواطن على الدولة أنها توفر له كافة الأمور بدون تفاصيل أربعة وستعاش وتمانية هذه وجهة نظري وهذا شعاري اللي أنا برفعه أنه من حق المواطن على دولته أن توفر له جميع هذه السلع بدون جمالك أو ضرائب ما كان نوحا ما صالح الواقع اليوم بقطاع المواد الغدائية الواقع اليوم يعني هذه السلعة أنا برأيي لا تشكل رقم أو نسبة تذكر وإذا يجينا أخذنا الدعم اللي بقدم للطحين يعني قداش نسبته 2% أو 1% من قيمة الموازنة يعني رقم لا يذكر اليوم نحن صارنا شهور بنحكي عن دعم الطحين ودعم الطحين لا يتجاوز 150 إلى 160 مليون بإمكاني أنا أطفي بأي خدمة أخرى أو أي مادة أخرى سلعة هذه المواد الغدائية أنت بترفع على المواطن المواطن يعني بدأ أستخدم مصطلح عامي أنه مظل فيه فلوس بجيبته الدولة عام بتدور على الغبرة اللي بجيبت المواطن غبرت لي فلوس متوسط الدخول 500 دينار و400 دينار و600 دينار وخط الفقر ألف دينار الخريج بتوظف سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص بنسبة 320 إلى 350 دينار بعد خمس سنين راتبولين يتجاوز بجميع الأحوال 500 دينار هل هي أطورة 500 دينار تكفي لشاب تزوج حديثا وأراد أن يؤسس أسره ويعيش بكرامة وعفة نتكلم عن الفساد نتكلم عن الفساد كيف يجب الفساد وليش يجب وفي قطاع المواد الغذائية لما بنحكي عن تهريب الطحين وعن يعني عبة المخابس أديش نسبته كثير أديش نسبته أخي عزيز وعن 100 مليون أديش 100 مليون بين مطاحن وستيراد الدعم كله أديش 171-160 هل ترى ما أقول أنه 60-70% من الطحين يهرب إذا بدنا نحكي استعمال الطحين الحر موجود في الفنادق والمطاعم السياحية ولا يتجاوز نسبة استخدام الطحين إلى واحد بالألف المطعم أو الفندق بيستخدم طن أو 2 طن على الأكثر في اليوم أقل المخبز بيستعمل أو المتوسط بيستعمل يوميا المخابس اللي بتبيع بسعر مدعوم خمسة طن فنحن نحكي هذا بالشهر طن واثنين طن ونحكي هون باليوم أو بالشهر 150 طن ما فيه الفارق ما فيه التهريب وكل ما إلى ذلك لا ولن يتجاوز العشرة بالمية طب أنا أعاقب شعب كامل عشان هذا الحكي خليه زي ما هو يا أخي العزيز خلينا نصلك لك بعدين فيه إلي وجهة نظر بدي أحكيها اليوم أنا وطرحتها أكثر من برة أنت اليوم تقول بدي أرفع الدعم طب يا أخي بإمكانك ترفع الدعم بس مش بالطريقة هاي اليوم أنت إذا أجيت رفعت الدعم بنسبة 10% متناقل سنة مدة 10 سنوات كيلو سعر الخبز 16 قرش لما أنت بتزيد عليه 10% قرش و6 فلسات وقرشين 18 هل يتورا هذا بتأفأف؟ خلينا نشوف الأقلية والسنة البعد ها نفس القصة خلينا نشوف الأقلية بعض الأسنين أنت بتطلع من موضوع حسب الموازنة والحكي أرجع للدكتور جياد دكتور جياد اليوم يعني غذاء المواطن مستهدف دواء مستهدف ما في بدائل غير هل يعني لديكم الآن الدواء بقولوا بدي يصير من 4 على 8% بالتالي شو اللي قاعد بصير أول شيء أنا حاب أصحح مفهوم قضية أنه إحنا بننشيل الدعم نعم فعليا هو ما بده يشيل الدعم انسى بانضواء الخبز بنرجع له بعدين لكنه لا يوجد دعم على المواد الأخرى هو يريد أن يزيد ضريبة المبيعات عليه فهذا العنوان يعني الدواء مش مدعوم ولا حتى الغذاء باستثناء الطحين والشعير ما أردين 4% فما فيش إلغاء الدعم الخبز بس نحكي على الخبز بس لا يوجد دعم ولكن هناك الرفع لقيمة ضريبة المبيعات على هذه المواد خلينا أقول لك إحصائيات لستورد الأردن حوالي 400 مليون دينار ليستورد يستهلك الأردن 400 مليون دينار سنويا من الأدوية بين محلي وأجنب كل يكو حوالي 400 مليون بنزل وبطلة 400 مليون الأربعة بالمئة عليهم هذول عبارة عن 16 مليون بدوا يسويين 32 مليون الآن الدواء هذا كيف يباع الدواء مش كل الدواء بينباع واحد بروع على طبيب وبعطي له وصفة وواء إلى آخر كثير من الناس ابنه مريض مساء بروع على الصيدلي أعطيني دواء للمرض الفلاني أو المرض الفلاني أو المرض الفلاني هذا سوف يؤثر على طبقة الأقل طبقة الأقل حبا بتروحش على الدكتور تروح على الصيدلي مباشرة فهذا رح يدفع زيادة اليوم نسبة الإنفاق الصحي للمواطن بالموازنة بشكل عام بحدود الـ 5% اليوم أنت ترفعها زيادة طبعا الـ 5% هذه موزعة على كافة الشعب المريض واللي مش مريض ولكن لما يصيب مرض شخص معين ترتفع هذه النسبة لـ 40 و 50 و 30% حسب المرض طبع الشخص فأنت تحمله فوق مرضه كمان الدفع وإشي زيادة فهذا يعني بالواقع صعب لكن أنا بدي أروح أرجع للغذاء ما ليش أنا كمواطن هل لا بدي أحد نعم لما نوزع طروط خير نحن طروط خير اللي بتوزيها على الفقراء والمساكين والمحتاجين نعم شو بتعطي فيها تعطي فيها سردين وفول وحلاوي ومع كارونا ورب بندورة وزعتر إلى آخره هذه قوة الفقير اللي نحن بنوزها لمن يحتاجوا إلى ذلك هذول تحط عليهم ضريبة مبيعات هذه لن تمس الطبقة الفقيرة يعني يعني مفارقة عجيبة الدخل أن تقول أنا لا تؤثر على المواطن هذه المواد وإحنا بنوزها كطرة خير للي ما عندهوش فعلى الأقل إذا بننا نقول تصريح السنور ترود الخير على القليل أقل ما فيها نعم هذه الخطوة الأولى اليوم بقول لك طب أنا عاوز مصادر للدخل مصادر الدخل واضحة لكل بصر وبصيرة يا سيد العزيز إذا بتقول لي أنت عندك حوالي 800 ألف عامل ما معهم تصريح يخلي وزارة العمل كل يوم تسوي حملات وتجيب ألف منهم ألف وبخمسمية خمسين ألف دينار في اليوم يوميا خمسين ألف إذا فعلت وجابتهم وبدفعوهن لأنه دخلهم ممتاز وهذا حق للدول يتأخذه هذا الأولى الهدر في النفقات الجارية اللي قاعد بيحصل يعني اليوم يقول لك لن نشتري سيارات ولكن هو يستأجر سيارات يعني لف في غريبة مع أنه مش صحيح مع أنه مش صحيح النفقات الجارية تزيئ طيب دكتور أنا أسأل سؤال اليوم إحنا عندنا سؤال الطاقة اللي حملونا فيه كثير وبدأ أسأل في قطاع المواد الطبية وفي قطاع الغذائية إلى أي مدى فعلا لما بنيجي بنقول أنه مش فس 4% اللي الدواء رح يرتفع إذا الطاقة ارتفعت اللي هي الكهرباء والماء كما بد يزيد على المواطن يعني ممكن نسبة الارتفاع تفوق الأربعة بالمئة إلى ثمانية بالمئة وعشرى بالمئة أنا هاي بلأتجوب عليها بالنسبة للمستشفيات المستشفيات عبارة عن مشروع ربحي صاحب هذا المستشفي يريد أن يربح وربحا معقولا أي كلفة سوف يعكسها على المريض وتلقي الخدمة اليوم لما تكون نسبة الطاقة بمبالغ عالية جدا هاي رح تؤثر على المستشفيات مشان نكون احنا متوازنين بعض المستشفيات ابتدأت بقضية الطاقة الشمسي نجعل مياه المريض قصر في كمية مياه كبيرة كل يوم يحتاج إلى عشرات اللترات مشان حتى التعقيم والتنظيف دمتور التعقيم والتنظيف وهو إلى آخرين هذه يعني نسبة عالية جدا مع أنه بالموازنة يعني أنا كنت باستغرب أنه هالقدي المي في عندي رقم غريب وأنا اليوم أتفرج عليه على قضية المياه المياه فيه فيه مصروف كبير جدا الدولة قاعدة بتدعم المياه طب معناته فيه هناك هدر كثير بالمياه هل يوجد شبكات مغفية لا لا صدقة مهترية وإلى آخره الكهربا الكهربا بتربح المرة هاي والمي بتخسر المي بتخسر فعشان هي اقدمجوا الثنين مع بعض فاقت جامل وطبعا يدوروا على هل يصرحون المياه وإلى آخرين بنصف دقيقة دكتور قديش كلفة الطاقة بتأثر على ارتفاع الأسعار بنسبة تقريبا حتى قلنا 4% حد أدنى ارتفعت أسعار الأدوية الطاقة على الأقل 5% يعني من تحكي على 10% على الأقل 5% بدنا ترتفع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية عن السابق أستاذ رائد أيضا سؤال الطاقة وأنتو مخابس وأكل وشروب وبعدين أنا بدي أسألك سؤال لكثير الناس تحسس منه لماذا دائما الناس تسهل أنه بتقول لك والله يالله ارفعوا الدخان ورفعوا المشروبات الروحية وإنتين مسؤول عن هذا القطاع يعني خلينا نقول بصراحة يعني طب ليش دائما بتقربوا على هذه الشغلات يمكن في حديثي عن رفع ضرائب في مناحي أخرى ما اضطرقت للجملة أو الاسطوانية أنه دخان ومشروب لأن الأردنية ليست دخان ومشروب بس في ناس لا تشرب ولا تدخل في ناس تترفى في أمور أو رفاهية سيارات فارهة ولا تدخل بأي قطاع حتى ما عدا يعتب علينا بإمكانك السيارة لخمسين ألف لو صارت بستين ألف يعني شو بيصير القادر بيشتريها ما شو ما بيشتريها والباقي عمي بيها بإمكانك تعود كل هذا الحكي يعني في مقولات بتطلع مثلا زي اللي تفضل فيه الدكتور طب لما بدير تفع الدواء مش المواطن بديزيد أجره والعامل بديزيد أجره وصاحب الشغل بديزيد ربحه عشان يغطي دواءه بالتالي كل شيء بدير تفع لما منقول القبز نعطيه إحنا للأردنيين وإن الأردنيين إحنا بنتنا ندعم بس الأردنيين طب اللي بين ظهرين من ضيوف عندهم مشاكل اللعين هم جلالة سيدة كان الرائد حتى العائلة الهاشمية رائدة بهذا الموضوع باستضافة اللي يجيئين منذ تأسيس الدولة الأردنية فهذا ضيف عليك كيف تقول أنا أنت ضيف علي وأنا بدعمك واقف معك يعني يقول هاي مرظمات دولية مالحظمت كمعا ممتاز العمالة الوافدة الموجودة من أي جنسية هاي شو بتعمل تخدمنا احنا مش بنظف علينا في الخدمات بكل أشكالها بالمطاعم والفنادق والمستشفيات وووو مش هذا ببني أو بيرفع طوب أو ببلط أو اشي هلأ المواطن بقولك أنا مش راح الخبز راح توغ الدعم أو المواطن القادر مش راح تفرق عليه أكتر من خمسين لير رب السنة أو الرقم طيب العمل اللي يشتر عنده بده زيادة راتب العمل اللي بيجي عنده بالمئة ومن بده زيادة راتب حتى يغطي كل في حياته بالتالي الأردني راح يدفع كل هاي زيادات مش الأجنبي زي ما بنعتقد والأردني البسيط مش الأردني المعه فلوس قدي نسبة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية بعد هذا كما هي والأسعار زي ما بتعرف وكل بتعرف هي بورصة ألمية بتعرض للارتفاع أو الهبوط ولكن رفع سعر الخبز رفع سعر لبعض المواد الغذائية مشكلتنا في الدرائب المفروضة على السلام هذا هذا الحكي أكيد فيش دعم مش من اليوم من زمان ما في دعم كلمة دعم هي بس موجودة للطحين والشعير أما دعم المواد الغذائية أنا بسمع فيه بالصحف وتصريحات بعض المسؤولين هو لا يوجد دعم بالعكس بتدفع ضرائب هذه المواد الآن نحن زدنا الضرائب على السلع من يدفع الفرق هو المواطن الأردني فقط ومن يستخدم هذه السلع هو المواطن الأردني البسيط ومن سيتأثر هو المواطن الأردني البسيط زي ما حكي أنا نأخذ أمثلة أنه قادر أنك تشري سيارة خمسين ألف ولكن كل السلع والخبز والسلع ليس 12 سلع هي أكثر من 100 سلع أساسية أخي العزيز المواطن البسيط والفقير مين تناول العلبة الفور المعلبة مين تناول العلبة الطن اللي بستين أرش أو التون اللي بسبعين أرش هاليأتره هو المواطن القادر والمواطن بيض المائدة مين بقل الفصول اللوبيا هذه كلها وسيتم الخضروات من السيد رائب جيائجي والله يعني لا استبعد طالما إحنا دخلنا بغبر ما في جيبت المواطن نكمل على اليوم الطاقة صحيح سؤال صعيب ولا أيضا كمان الطاقة مش مدعومة وزيعت نجي على الطاقة يعني أنا خذنا على الطاقة بقول لك إحنا بنشجع الطاقة البديلة منشأة مطعم مول بقدم للطاقة البديلة أو مطعم بسيء متوسط الحال بقدم للطاقة البديلة بقولوا سوري هنسكر الزون هذا أو المنطقة هاي مغلقة ما بنقدر نعطيك طاقة بديلة شو الشمس كيف سكرت في نسبة عشرة بالمية في المنطقة يجب أن لا تزيد نسبة يعني أنت في بيتك أو في محلك بتروح بتقدم بدي أرقب خلايا شمسية بيعتذروا منك شريطة الكهرباء إنه ما بنقدر لأنه هاي المنطقة اكتفت يعني لازم يضل تسعين بالمية أو أكتر على الطاقة الطاقة اللي الدولة بتقولك أنا بعاني منها وبتلوث بيئة وبندفع مليارات الدنيا لير ثمنها صدقا طب أنت يعني صاحب شبكة مطاعم شعبية إلى أي مدى سيتأثر المواطن العادي في مجموعة ارتفاعات وهي مركبة على بعض لما بنحكي الكهرباء والمية مش بس على المواطن الكهرباء والمية في المطاعم أو الفنادق أو كل المنشآت حتى الفنادق مشكلة الكهرباء وأسعار الكهرباء والمية أنه هاي المنشآت تستخدم مياه بكثرة مش زي المنازل المنازل ممكن تستخدم بالشهر خمسة متر عشرة متر يعني ما بقدر أحدد ولكن المطاعم البسيطة أو المطاعم البسيطة تستعمل ستة متر في اليوم كهرباء ما في متوسط فطورة أقل مطاعم أو أقل بقالة هي أربعمائة دينار ما بقدر يطف تلاجأته وما بقدر يطف كهربته واللي يسحب الكهرباء في هذه المنشآت التبريد والمحافظة عليها والشفت للمحافظة على البيئة والروائح في مطابق الفنادق أو في المطاعم هذا الحكي كله في مجمل ارتفاعات أنا أعتقد بشارك الدكتور برأيه أنه ستكون فيه ارتفاع على حياة المواطن مزبط 10% والثوابت والأجور كما هي طبعا أجور القطاع الخاص ستتعدل ليش لأن الموظف أو العامل في القطاع الخاص سيطالب أنه بده زيادة لأنه كل شيء في مناحي حياته ارتفعت صاحب المنشأة بد يعت الموظف زيادة وبد يزيد سعره بد يزيد سعره فمستاني شو ما كانت منشأته يعني 10% هو بالمجمل كله لما يركب على بعض أو الحد الأدنى المتوقع لارتفاع أسعار السلع والخدمات فاصل قصير ثم نواصل الحوار أسعد الله مساءكم مجددا أعزائي المشاهدين نواصل معكم حوارنا حول الغذاء والدواء ومخصلة الموازنة والأثر على المواطن الأردني الدكتور يعني كثير من البرامج الحوارية واللقاءات والندوات نبدأ في تشخيص الحالة ولكننا لا ننتج حلولا موازية شو الدول اللي أقول لك ما معنى صاري ظرفي صعب بدي شو بدأ لكم شو لديكم مشاريع بديلة حقيقية على أرض الواقع سيدي هذا السؤال الأهم فعليا في هذه الحلقة المصروف مبين واضح نعم فيه بعض الهدر لكن نقول ما يليه بداية الهدر بالنفقات الجارية فيه نفق ممكن أن تتنزل هذه النفقات الجارية بحيث لا تؤثر على الخدمة المقدمة للمواطن نعم هذه أول وحد الشغل الثاني هي عبارة عن التحصيل الضريبي الحقيقي بمعنى بدك تدور فيه تهرب ضريبي بحكو بمئات الملايين طيب مدام تحكو فيه تهرب ضريبي بمئات الملايين ما تجيبوه التهرب الضريبي جيبوهم اللي ما بدفعوش ضريبي ثلاثة فيه فيه عندنا قضايا فساد كبرى بمئات الملايين ما سمعنا إنه حدا جاب الفاسدين وخلاهم يدفعوا اللي عليهم ما بده تسجنهم خذ المصاري اللي أخذوها اعمل تسوي هذا كله أنا بدي أسألك اللي أهم أنتو قطاع خدمي هالعقول الأردنية اللي بره بتبدع واللي جوه بتبدع هل لدينا صناعة وطنية محلية قادرة على المساهمة المنافسة إن بدل ما أستورد ليش ما أصنع صحيح نحترم الصناعة الوطنية والصناعة الوطنية لازم لكل بلد لكي يكون عنده أمن اقتصادي لا شك في ذلك ولكن نحن 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 عن الصناعة الوطنية الحقيقية هناك صناعة وطنية نحترمها ونجلها لكن في بعض الصناعات من غير ما أذكر ما هذه الصناعات ولكن بعضها موجود في القطاع الطبي لا يوجد فيها الإضافة النوعية بالنسبة التي تستحقق من أجلها ما يسمى بشهادة المنشأ نوع من التعبئة التغليف وإلى آخره ببيحة بالدولة وأخذ 17% خصم عن أي واحد تانية يعني في صناعة وطنية وصناعة ومسمينها وطنية الصناعة الوطنية أصلا لما تكون صناعة سوف تكون وطنية لكن أن تضع كلمة الوطنية مع ما يسمى في بعض المجالات الصناعة لا هي صناعة ولا هي وطنية بتصير يعني أنا بجيب سرنجات بعبيها بكاراتين بكتن بيدن جوردن بتصير بيدن جوردن 17% بتأخذ عليها في عطاءات الدولة وانا جيبها من برة نعم وبس بجمعها نعم لا ما بتجمعها بتيجي كمان زي ما هي تحطها بكرتوني وبتبيعها وهذا موجود طيب كنت بتحكي تحت الهواء عن مخاطر التمويل يا سيدي اليوم بالموازنة صحيح في ناس بيتكلموا عن الموازنة لكن في شغلة اسمها موازنة التمويل نعم يعني غير الضرائب وهو الى آخر هي من وين الدولة بتجيب وين راحك موازنة التمويل نهلك بشوف لك يا هيها موجودة ورها شوف الخطورة موازنة التمويل من وين بنجيب احنا موازنة التمويل خليني اقرارك بعض الأرقاب قروض داخلية 4287 مليون 4 مليار 4 مليون قروض مؤسسات دولية 754 مليون و 14 مليون قروض خارجية لتمويل مشارع رأس مالي هذول شو بنسوي فيه مقابل هذين نبديا 4 و 3 مليار شو بنعمل فيه نصرف بنسد 3 140 مليون دينار إطفاع دين داخلي نعم إذن لما تقارنها بالقروض الداخلية اللي بدك تشوفها 3-4 تلاف انت بدك تكتر الداخلي كمان مليار مليار زد مديونيتك مليار نعم بدك تسديد عجز موازني 543 مليون تسديد أقصات خارجية 820 مليون إطفاء سندات بنك مركزي 80 مليون سلف سلطة المياه 262 مليون وتسديد أقصات قروض داخلية غير الإطفاء فيه كمان 209 مليون هذول عبارة عن 5 مليار تقريبا لكن شو تأثيري انت اليوم لما تأخذ سيولة من البنوك من البنوك اكتشولي ومقابلها فيه شغلة خطيرة طبعا الناس بتطلعوا لها أو ما بتطلعوا لها اليوم نحن نسبة الفائدة لما بدك تدين انت من البنوك أكثر من 9% وين التحفيز الاقتصادي إذا بتوغض 9% نفهم انه احنا بنرفع نسبة الفائدة مشان ما يحصل ما يسمى بالدولرة لكن الفرق كبير انت بتحكي على الدولار واحد ونص اثنين لا 9% الجاب كبير جدا يعني هذا الجاب كبير حكيتها الحلول الحلول فيه الأوضاع الصعبة في الأوضاع الصعبة تقوم المؤسسات الرسمية بفرد إيدها بالمشاريع الرأسمالية مش هنتسوي نمو وحركة ووالآخرين في عندي رقم طب خلينا قبل الرقم هذا هذا الأثر على القطاع الغدائي أستاذ رائد نحكي دايما طيب هذه الديون اللي بنحكي عنها الديون الداخلية كيف تنعكس على قطاعكم انتم مرفض صنع تجارة الأردن وممثلي القطاع الغدائي وأكيد ممكن ننقل التجربة على الباقي يعني الدولة بتنافس القطاع الخاص بالاستدانة بالبنوك المحلية ما يعني ذلك بنوك عندها مخصص بنك معين عنده مخصص 2 مليار لمنحهم كديون أو كقروض بوازن أعطيها للدولة ولا أعطيها لعشرين مؤسس قطاع خاص يمكن يتعثر يمكن لا أعطيها للدولة ما حدث في الحالة أنت سحبت السويرة من السوق الكاش راح من السوق أنت وقفت مشاريع للقطاع الخاص تحفز النمو الاقتصادي تساعد بحل البطالة وشغلة كثير مهمة وبتزيد التحصيل الضريبة لما أنا اليوم متوسع بمشاريعي كنت بدفع مليون ضريبة أنا صرت بدفع 2 مليون لما أنت وقفت مشاريع وسحبت السويرة من السوق صرت 2 مليون نص مليون لأنه اليوم إحنا صرنا للشهر 14 في يعني أشبه بالكساد الاقتصادي وضع صعب من شهر 10 لليوم في انخفاض بقطاع الخضمات بنسبة 30 بالمية وهذه حالة فريدة أول مرة باعتقادي بتمر إلها الاقتصاد الأردن من 30 سنة 30 بالمية انخفاض ركود شديد باعتقادي أنه لم تشهد المملكة الأردنية لهجمية لمثل هكذا ركود والخوف لا صمح الله أنه نروح لكساد يعني هل المولاد هل الدكتين هل المطاعي كله 30 بالمية كله 30 بالمية متوسط طبعا أنا هنا 20 هنا 40 المطاعم الكبير النازل 60 بالمية فبالمتوسط بقطاع الخدمات أنا بحكي ومن ضمن هذا القطاع المواد الغذائية هو 30 بالمية انخفاض 30 بالمية يعني 30 بالمية انخفاض في ضريبة المبيعات 30 أو أكثر أو 50 بالمية انخفاض في ضريبة الدخل صحيح لأنه لما تنزل المبيعات الأرباح ما بتتناسب ببيع بألف برباح هذه الأرقام ما بتبين موازنة الدولة هايها موجودة بتمين بس ما بتطلع ما بتقرأ ما ينشر أنه أنا أنا والله مزانيتي 8.5 مليار أيوة 8.5 وقبقى هم 8.5 بس كيف من جوه ما حدا بتطلع لا بنقول القطاع البنكي سلف منح قروض مثلا 10 مليار تبني منحهم ده الحكومة نصهم للحكومة والحكومة سهلة لأنها تستدين داخليا ولكن هذا الحكي بنحكي سلما على اقتصاد الأردني بالكل الحكومة متضررة المواطن متضرر صاحب المنشأ متضرر بالتالي اقتصادنا التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للبلد هي بتدفع الثمن وهي بتصدع الآن وانتم ممثلين أصحاب مهن إنجاز التعبير انتم ممثلين مستثمرين مواطنيين في البداية مواطني اه بس يعني كل الشكاوى انتم بتقولوا زيدوا التحصيل الضريبة ما انتم اللي بتطربوا من الضريبة بتسمح لي اجاوبها الدكتور طرح الاجاوب أنا ما بدي اخذ الكلام كله انا بقول افرض الضريبة العادلة على كل شخص وحصل هذه الضريبة من كل شخص بطلع عليها ضريبة هذا مهم جدا انا بطلع عليها ضريبة 1000 دينار وملتزم لازم تاخذ من 1000 دينار واروح اتفعلك اياه بس اللي مش قاعد بتتفعلك 1000 دينار هذا اللي لازم تروح عليه مش ترفع الضريبة علي مش هتحصل للألفين انا بدفع لألف دبعاتي بس فيه واحد ثاني متحرف خذ منه الضريبة مزبوط انا بدي اروح بس لنقطة نقطتين مهمات التشاركية بين القطاع العام والخاص كل يوم يعني بيطبلون ويسورفون فيها يعني اليوم مناقشات في مجلس النواب هيه لأ موجودة للموازن والاجنمالي ولجان وإلى آخره يا سيدي في غرف تجارية في غرف اقتصادي في اتحادات نقبات أصحاب عمل بمثل مئات الألاف من الناس حدا قال لهم الله مرحبا تعالوا وقلوا ساعدونا بالحلول وقلوا ووجعكم ما حدا اتصل فيه اطلاقا اطلاقا ولا رح يتصل عرفت علي فهذه التشاركية كيف يقولوش واستسمنا القبراء وقعدنا مع كل قطاع لا لا شوف شوف قضية الاستشارة اني أقعد أنا بس أسمع لك اه وتقول وشاور القطاع الخاص بنكون يعني بنضحك على بعض نعم أنا بدي ادلي بدلوي ادلي بدلوك ونلاقي حلول يعني في القطاع الطبي والمستلزمات اجا حدا من اللجنة المالية اطلاقا بالوزارة قال لك تعال شو عندك حلول شو عندك مشاكل شو عندك عزمات اطلاقا يا سيدي هذه النقطة الاولى النقطة الثانية انا مشان اجيب دخل هذا اللي انا حاطله سواء ضريبة مبيعات او ضريبة دخل اجب ان يكون النشاط الاقتصادي جيدا وانا ما رح اجيب هاي الفلوس انا بدي اعطيك امثلة على تعامل الدولي مع القطاع التجاري معظم مشتريات الدولية تتشرار من خلال ما يسمى بدائرة اللوازم العام نعم هاي اللي بتشتري الدراء الشرائل الدولي الاكبر صحيح يوجد نظام او قانون يحدد العلاقة بين البائع والشارك نعم انا بدي اعطيك بس مثال ومش راح اكمل فيه انا ببيعك سلعة وبقولك سوف اوسلمك خلال ثلاثين يوم اذا تأخرت يوما واحدا علي غراب اذا انت بتدفع لي بعد سنة لا يوجد عليك اي اجراء وين هل هذا معقول طبعا فيه ناس بقولك معناته انا ما راح انزل بالعطاءات اذا نزل عدد اقل من الناس في هذه العطاءات وبالتالي عدمة المنافسة ارتبع السعر انبارح كان فيه ازم عند المقاولين وعند القطاعات والمستشفيات طبعا هذا يؤثر يؤثر على السعر التي تشري فيه الدولة بالنهاية زيادة المنافسة وضخ الصيولي لدى القطاع الاقتصادي يحفز القطاع الاقتصادي هذه نظرية كل الناس بعرفها النظرية الاقتصادي بقولك وسع على الناس خلال الأزمات نعم واسحب مصاري خلال الانفراج بتقولي على الاستثمار اذا كيف انا بدي اعمل الانفراج بدأ سوي استثمار رأس مالي بدأ جيب انا بدي اعمل استثمار داخلي انا عندي رقم ما بعرف الناس بيعرفوه النفقات الرأسمالية للمحافظات اللي تحكي عن المشاريع نعم مدارس طرق النفقات الرأسمالية للمحافظات في 2018 بالموازنة 220 مليون دينار فقط وبدأ اعطيك امثلة شو انت لما تصرف لي باربد 23 مليون دينار وبالبلغة 16 مليون وبمعانة 19 مليون وبالطفيلة 14 مليون واهل امجرة 200 مليون انت صارف شو قديش نفقات جارية كيف بقولوا حطينا ايش لتحفيز الاستثمار ما في بالموازنة هذه الارقام احنا نناقش نناقش الارقام الموجودة لديهم هذا اللي احنا طلعناها اليوم انا قبل ما تحكي معاي طلعتها من الانترنت وقلت خلينا اجيب الارقام معاي 220 مليون دينار رفقات رأسمالية للمحافظات شو المحافظة في الكراطية 23 مليون وابتقول لي المحافظات طاردة الى العاصمة مصرف في الناس نقعد فيه مصرف مزبوط يعني 220 مليون هذول المجالس المحافظات غير هذا لدعم المحافظات بالمطلق فقط الرأسمالية وكيف قالوا في المجالس المحافظات بنيا تحتية مدارس مستشفيات ما قالوا بنيا نعطي مجالس المحافظات 220 مليون 220 مليون 220 مليون بالزبط يعني في ما بعرف مثلا العقبة يعد فيها 15 مليون وحاطين رأس مالي اللي بدون نصرف كيف جابت كل سلطة العقبة الاقتصادية للاقتصاد الوطني كدخل أنا مش حافظ الرقم 2016 كان 30 مليون طيب هذا منطقة اقتصادية حرة وجاذبة وإلى آخره أنا معديش الرقم 30 مليون طيب هاي يعني أمور بدها عادة نظر أستاذ يعني أنا اليوم أنت اللي بتقلقني قطاعك بنحكي عن أكل نعم يعني بنحكي عن فصولة بيضة بنحكي عن شاي بنحكي بديش بنحكي عن تذاكر السفر والسيارات الكهربائية وحديد الخردة بنحكي عن التمر بدك الاشي العلاقة مباشرة مع المواطن قدي بقلق حدو يعني حدا حكى معك ورحت وقعدت انتوا السلطات المعنية نواف يعني سيدنا الله يطول في أمره من لما استرام الحكومة هو بينادي بإنشاء مجالس شراكي حتى سيدنا بقعد مع المستثمرين وأصحاب الأعمال بين حين وآخر وبتم تقديم الشاك وإلو برجع بكل كتب التكليف السامي والقطابات واللقاءات مع الحكومة يا جماعة الخير اعملوا مجالس شراكي اسمعوا لها الناس إذا تم عمل مجالس شراكي في أي مؤسسة بيكون القطاع العام تسعة أو بمثل القطاع الخاص واحد أو بعض مرات والله 15 ونكون احنا دينين 15 من القطاع العام ودينين من القطاع الخاص شو بدك وبالأخير بقول لك أنا صاحب القرار أنا بس بس معلك أو بس تشيرك حتى بليجان في مجلس النواب بنسمع دائما هاي الكلمة أنا لبشر أنا لبحط حكينا في مجلس النواب تتم لموضوع الضريبة في قانون غير دستوري برأيي الشخص قانون الضريبة قانون الضريبة سوى بين شركات الأفراد وشركات الأموال طلع علينا وزير المالية في ذاك الوقت قال عفنا 97% من الأردنية من ضريبة الدخل للي دخل 12 ألف دينار فما فوق طيب وشركات كلمة شركات عند الأغلبية أنه شركة مع مكاتب وشكرتيرات وعبر القرات يمكن هي الشركة اللي قايمة بين شخصين أنا يمكن عندي أكتر شركة تضامن لأت كل رقم وشركة توصية بسيطة أغلب الشركات ممكن أنا بدي أجي أفتح مطعم أو محل خضرة أنا ما معي فلوس قل لك أيخو مرة نتشارك أنا وياك بتحط أنت عشر تلاف وأنا عشر تلاف إحنا مندفع ضريبة لأنه معناش مصاري سوينا شركة مندفع ضريبة من أول دينار نوحد الدكتور بعد إذنك دكتور مثال سوى محل معين منقطاعها الخدمات باسمه الشخص قادر أنه يدفع رأس المال أول 24 ألف دينار مع في مندفع ضريبة الدكتور هو زوجته طبعا إذا كان يا جماعة الخير طب ليش قال يحط إلى راتب يا أخوان في محلات بسيطة بيت درج محل كهرباء سيارات بلاش هو أحد بدير محل توفى مات أنا حكيتها والله أمام اثنين من رؤساء الوزراء والكثير من وزراء المالية توفى مات عنده محل بسيط عنده اثنين عمال وبطلع له الزلمة مثلا 18 ألف دينار بالسنة هلأ شو كيان المحل تبعه أصبح شركة توصية بسيطة الزوجة متضامنة والأطفال الأيتام أو صياء نعم فهي شركة ففوق أنه العمال مش رح يديروا زي والدهم بتيجي الدولة بتعاقبهم وبتدفعهم ضريبة من أول دينار يعني مات الأبو موت وخراب ديار أنا الجملة هذه والله ذكرتها أمام اثنين من الرؤساء الوزراء وأكثر من أربع وزراء مالية موت وخراب ديار وين المساواة بين الأردنيين اللي نص عليها بالمطلق الدستور الأردني شركات أفراد هي تمثل فردين أو أكثر شركات الأموال هي الشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة المحدودة المسؤولية هذه شركات أموال يعني إذا عملت أنا شركة محل خضرة لحالي عمر نعف 24 ألف نعم إذا جيت عملت وأنا والدكتور أنا معكاش تتفاضلين لا مشان نكون الفكرة أضع للمشاهدين اليوم أنا وياك شركة نعم بمحل ب10 ألاف دينار أوكي توفيت أنا إجي أولادي الصغار ظلهم معاك وكل دخل المحل 10 ألاف دينار بالسنة نعم أولادي لهم خمسة أولادي بيدفعوا ضريبة من أول دينار من الخمس تلاف دينار تعم خلي بالك قديش مأساة يعني يعاقب من يتوفى ويكون عنده هذا النوع من الشركات لما بنحكي عن الشركات الصغيرة والاستثمارات الصغيرة والمقوصلة عملية هذا دفع محل لا هذه كلها ملزبة بدفع ضرائب طيب وين المساواة أنا لما بدي أجل التزام بدفع ضرائب بدنا نعمل مساواة بدنا نعمل تدرج بالضريبة زي ما حكيت الطحين زيدوا رفع الدعم عنه سنة عشر خمسة عشر سنة بنحكي بهذا الموضوع كل سنة عشر بالمئة المواطن ما بشعر فيه إحنا في ظروف اقتصادية وفي يعني خانقة أنت اليوم قاعد بتقول استنوا سنة العقوبات قال لنا ثمانت شهر استنوا سنة الولادية طلعت في الش ولادة يطلع الحم الكاذب استنوا سنة جافة جدا في ظروف زي هاي أي دولة توقف بتدبر مصادر خارجية بتستديم من الخارج ما في مشكلة يعني بنشط الاقتصاد الداخلي وبدأ يمنبر ضخ ضخ بالسوق مشاريع رأسمالية مش بس تجيع الاستثمار تجيع الاستثمار واحده لا يكفي السوق عطش بحاجة إلى ضخ بدك الضخ مشاريع رأسمالية في السوق حتى تنعش السوق نعم في حالة أنت أنا عاشت السوق وأصبح في عمل البطالي حركة بيع وشرى الأرض قداش فيها لها ركود كتير لما أنت بتضخ فلوس لما بصير فيه سيور بين أدين الناس مش بصير فيه بيوعات مش بصير فيه عشرة بالمية لما أرباحي بتزيد مش أنا أدفع ضرائع أنا بعيش وقت كثير أنا بس بدي أقول نقطة سريعة جدا اليوم إذا على الحاجة الأساسية زادت الكل في سوف يضطر المواطن لازم يوكل نعم فمن هل كم جرش اللي معه بده يوكل لا يبقى معه شيء مشان يشتري قميس بروح بنزل على البلد بشتري قميس اللي من اللي بتعرف وإلى آخره كلها عبارة عن دائرة جهنمية لازم تبصها في مكان ما هو تحفيز القطاع الاقتصادي والعلماء بعرفوا طرق التحفيز الاقتصادي واحد اثنين ثلاثة أربعة موجودة بالكتب والرسميين بعرفوا الحكي لازم يلجور ولكن بشتري بالعكس احنا بنقول بدكم تتحملوا أنا ما ضلش أنا شغل عم بنزل أصلا أنا بتفعلك دريبة أقل هلأ يعني اليوم الرئيس لما قال أنه العام الماضي افترض بده يجيب أربعمية وخمسين مليون بالمناسبة جاب أقل من نصف هذا المبلد اليوم إذا حاطت خمسمية واربعين مليون ما رح يجيبهم يا سيد مهيك الموازنات بتقول من عشر سنين قديش بيجيب قديش بقدر بده يجيب ما رح يجيبهم هو في موازنة التمويل اللي هي لخمسة مليار اللي حكينا فيها نعم أول بند تزديد عجز الموازنة اللي هو خمسمية وثلاثة واربعين مليون ممجدد ما بدي يجيبه من تراغب هو نذكرها لا من الاستدانة هو نذكرها من الاستدانة نعم هيها أمامي أنا شو بفهم كيف هذا يعني في رقم موجود مرتين مرة زيادة الضرائب وإيرادات ومرة دي ما عرف أنا كيف هذا قانون تم المصادق عليه قانون نعم موازنة الأردنية احنا ما جبناه من بره الموازنة وثلاثة واربعين مليون بدي يجيب هندين موازنة التمويل نعم اللي هو قروض خارجي لتمويل بشاريع الرأسمالية خمس وثلاثة واربعين مليون والقروض الداخلية قروض الداخلية بتشكل أكبر رقم اللي هو 4 مليار 300 مليون ومدين صرفوا لسداد 3 مليار 140 مليون لتزديد عجز الموازنة تزديد اقتصاد الطول يعني ما بعرف أنا في كل حلقة بنتحدث عن الموازن وعن أرقام الموازنة حقيقة يعني كلما تزداد معرفة يجب أن تصمت أكثر ولكننا لن نصمت هذه موازنة ستدخل البلد في نفق مظلم ولن تكون موازنة كما يروج لها شدوا الإحزام شوي بلنا ندير بالنا حالنا كل نظريات الاقتصاد تقول على العكس يجب أن نسير في الطريق المعاكس لما سارت له الحكومة لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفاي دكتور جاد لمعلم شكرا سيد رائد حماد شكرا لكم شكرا لكم وشكرا لكم ضيوف الأعزاء آمل أن تصل صرختنا إلى الحكومة ليس هكذا تورد الإبل أنتم تقودون نحو الهاوية أراكم على خير في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة